اشتركوا في القناة وقالت ايه بقى؟ قال اكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن حقق صار الدراسة على يومين فقط بدءا من العام الدراسي الجديد وفقا لما تم تدوله في بعض المواقع الاخبارية يعني يا طارق دكتور طارق ايه الكلام ده؟ فهو بتصريح خاص للأستاذ الفاضلة شيمان هواري قال ان هذا غير صحيح ومن نشر هذه الانباء استدى الى مقترحات قديمة لوزارة الصحة واضف الدكتور طارق قائلا سنعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال ايام وبالتالي لا داعي لمسل هذه الانواع من الاخبار والتلميحات والاجتهادات وكانت في مواقع كتير تدولت عن انباء عن ان الدراسة يومين فقط في الاسبوع مع صورة مع المخاطط الصحي للحكومة للتعاون مع الطلاب وحدث وزارة تربية التعليم عن بدء الايوم الدراسي هيبقى 17 اكتوبر وهينتهي ان شاء الله يوم الخميس 24 يونيو 2021 وتبدأ الاجازة بتاع نص السنة يوم السبت 6 فبراير 2021 ستمر يوم الخميس اللي هو فبراير 2021 لمدة 15 يوم دكتور طارق قال برضو سوف يتم شرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من سبتمبر واكد هنوضح كل التفاصيل وكل حاجة ان شاء الله كل ما يتم تدوله عن الدروس بقى الخصوصية ومجمعات التقوية والمصروفات والكلام ده كل كل الكلام ده في اول اسبوع فاذا الكلام او الحقيقة الحقيقة اللي بننفرد بيها من خلال الاستاذ الفاضلة شمال هواري جزالة خيرا ان هي اختارت اجالا دا لست تقول لها الخبر ده ان الدكتور طارق حكاية اكتصار الدراسة اليومين فقط ده امر غير صحيح امر غير ايه صحيح ان شاء الله في الايام القادمة من خلال برضو اخبارنا من كل مكان هنعرف كل الكلام ده كان خبر خاص وانفرضت به الاستاذ الفاضلة شمال هواري يا طارق هيبقى ايه يبقى اليومين ده كلام قديمة جماعة فهننتظر كل الانتظار في اول تسعة عشان نعرف اول باول من خلال مصدرنا الرسمية سواء بقى من داخل الوزارة من داخل البرلمان هيكون معاني اول باول كل اللي انت عاوزينه ان شاء الله مفيش استعجالة الدروس هنعرف هتعمل وفاق ايه مجموعات تقوية تبقى عاملة ازاي اورنج وهمها وعرفها والحاجات ده كلها هنعرف كل الكلام ده ويطار اوبن بوك ولا مش اوبن بوك قولها سنوية تبقى عاملة ازاي تانية سنوي تلتة سنوي كل ده خلال الساعات القادمة او الايام القادمة في اول تصريح لنا ان شاء الله اول باول ان شاء الله يريد منشور الفيديو لحتى تتعم الفائدة كان معكم اسامة رزق مؤسس اجيال الاندلس في امان الله اشتركوا في القناة